الى اللواتي ابحثنا عن النظارة عن بشرة نقية نظيفة خالية من الشوائب والقشور خالية من الخلايا الميتة والجلد الميت ايضا هذا المقشرات لجميع انواع البشارات وكل وحيدة تختار المناسب لبشرتها وهي تعتبر ماسكات ومقشرات في نفس الوقت تابعوني اخواتي خطوة خطوة مع هذه المقشرات وضروري تستعملها بطريقة صحيحة لانه بعد المقشر ضروري من استعمال التنر لقفل المسام او المكعبات الثلجية تابعوني اخواتي المقشر الاول عندنا ملعقة من مسحوق جوز الهند كوكونيت باودر مسحوق الجوز الهند هو ناعم على البشرة وصالح لجميع انواع البشارات حتى صاحبة البشرة الحساسة بامكانها استعمال هذا المقشر انضيف لها ملعقة من مسحوق الارز الرز الابيض العادي جدا اضحانيه او اشتريه جاهز مطحون هذا المزيج يقشر البشرة يزيل خلايا الميتة ويعطيك تفتيح للون في نفس الوقت نجمع المكونات بالزبادي الطبيعي الياغورت الطبيعي دانون مسوس الروب الطبيعي حسب يعني كل بلد كيف يسميه ليس فيه نقهة تجدون هذا المحلول اللي فوق الزبادي هذا نستغلوه هو ممتاز قوموا بتعريض البشرة الى بخار خفيفة طبقوا هذا الخليط على كل الوجه على ركبه اتركوه لمدة عشر دقائق وبعدها ابدأوا بفرق بسيط دائري اعمل فرق دائري من اجل جريم الدورة الدموية وتدفق الاكسجين والدم الى البشرة وبعدها اتركوه عشر دقائق ثانيات يعني المجموع عشرين دقيقة وازيلوه بلطف بقطنة مبللة بماء دافي وبعدها اغسل الوجه بماء بارد لقفل المسام يقرر هذا المسك مقشر مرتين في الاسبوع يعطيك تفتيح للون يعطيك شد يعطيك نظارة يعطيك اشراقة للوجه يعطيك وجه محملي جربوه اخواتي ودومو عليه وكتبو لي اعرائكم في التعليقات ننتقل الان الى المقشر الثاني نحتاج الى زيت جوز الهند قوموا باذابتها اذا كانت جامدة الارز الابيض العادي جدا اللي تطبحوا به اطحنوا في البيت او اشتروه مطحون من عند العطار قوموا بنخله يعطيكم مسحوق الارز له فعالية رائعة في تفتيح اللون وتقشير البشرة واعطائها مظهر مخملي ممتاز ضعي ملعقة كبيرة واجبعي الخلطة بزيت جوز الهند اعرضوا البشرة ايضا لبخار خفيفة او فوطة مبللة بماء دافي من اجل فتح المسام طبقي هذا الخليط على الوجه كامل على الذقبة على اليدين قومي بعمل الفرك بسيط الدائري وتركيه لمدة عشر دقائق تأزيله بفوطة مبللة بماء دافي واكرر العملية بماء بارد لقفل المسام روشي التونر بعد ذلك التونر عبارة عن مغلة ماء الارز او ماء الجزار ماء الخيار نترك لكم الروابط في صندوق الوصف يقرر هذا المقشر مرة في الاسبوع بالنسبة لبشرة الجافة بالنسبة لبشرة الدهنية مرتين في الاسبوع بالنسبة لبشرة الحساسة تستعمل المقشر الاول افضل المقشر الموالي يعتبر ماسك ومقشر في نفس الوقت نحتاج الى الحمص مثل ما يظهر في الصورة دقيق الحمص الحمص اضحانه وانخوله او اشتريه جاهز مطحون منخول هكذا نحتاج الى ملعقتين حسب يعني احتياجك نضيف له عصير الخيار حبة خيار اوبشورها بشر ناعم واستخلص عصيرها في المصفات اليدوية ملعقتين وملعقتين من عصير الطماطم حب الطماطم ابشورها واستخلص عصيرها واحتفظي بمبشور الطماطم نحتاجه في الوسطى القادمة نضيف ملعقتين من عصير الطماطم ونضيف ملعقة من الزبادي الطبيعي الياغورت الطبيعي ضانون مسوس كل بلد كيف يسمي الروب الطبيعي احرك المكونات مليح طبيقها على البشرة تكون نظيفة مررها تمرير كله على الوجه وعلى الرقبة بإمكانكم استعمال هذا المقشر حتى على اليدين افريكي فرق بسيط ناعم دائري كأنك تعملي غسل الوجه طبعا بعكس اتجاه الجاذبية السرق الدائري من الاسفل الى الاعلى تركه لمدة عشر دقائق بإمكانكم ان تشطفوا البشرة مباشرة بعد الفرق يعني بعد خمس دقائق من الفرق او بإمكانكم ان تتركوه لمدة ربع ساعة عشر دقيقة وتغسيله يعني يعتبر ثنين في واحد ماسك ومقشر في نفس الوقت لكن الاختيار في طريقة استعماله ووقت استعماله باوموا على هذا المقشر مرتين في الأسبوع ممتاز النتائج راح تلحظوها بنفسكم يعطيكم بشرة ناعمة ورطبة مثل الحرير ننتقل الآن الى المقشر الموالي نحتاج الى دقيق الشوفان الخرطال كل بلد كيف يسميه رائع للبشارات نضيف له القليل من الحليب الشوفان يباع في محلات المواد الغذائية او عند العطار طبقي هذا الخالط على البشرة طبعا هذا المقشر صالح لصاحبة البشرة الحساسة اكثر ولكل البشارات ايضا افريكيه فركناع بسيط دائري واخسيله يطبق هذا المقشر مرة امرتي في الأسبوع رائع النتائج ننتقل الآن الى المقشر الموالي عندنا مبشور الضماطم اللي حتيت عنه قبل قليل رفل القليل من الحليب نغمي سقطنا مرره على البشرة بسرق دائري ناعم لمدة دقائق اغسله بماء دافي وكرروا العملية بماء بارد لقفل المسام او مرروا مكعبة الثلج وما تنسوش وضع التونر بعد ذلك سواء تونر ماء الورد او تونر المناسب للبشرة نترك لكم رابط تونر في صندوق الوصف وايضا ما تنسوش الترطيب باحد الكريمات المرقبة اللي قفل المسام او استعمال جل الصبار لان جل الصبار يقفل المسام ويغذي البشرة في نفس الوقت اذا كان غير متوفر عندكم جل العبوة استعملوا جل النبتة شوفوا الطريقة هذه هي انواع المقشر اخواتي لكل انواع البشارات لان فوائد المقشر تزيل الخلايا الميتة من البشرة القشور من البشرة خصوصا في الفصل البارد كما هو الحال في الجزائر هذه الايام او في الدول العربية الدول الثانية او في جميع دول العالم ضروري من تقشير البشرة من اجل اذاك القشور والجلد الميت والخلايا الميتة تجعلكم حتى بدون ماكياج تبين البشرة نظرة جميلة مخملية ورطبة وناعمة نتمنى الدوم على هذا الوصفات وطبعا هي موسوعة من الخلاطات في قناتي وكل واحدة تختار حسب ميزانيتها ونوع بشرتها نشكركم اخواتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على التواجد الجميل في قناواتي الاثنين اهلا وسهلا بكل من انضم الى قنواتي من كل انحاء العالم اهلا وسهلا شكرا بزاف بزاف والى اللقاء سلام ترجمة نانسي قنواتي ترجمة نانسي قنواتي ترجمة نانسي قنواتي